سلمت مصر شحنة مساعدة غدائية لمؤسسة توماني توري لطفولة في مالي والتي تواصل جهودها في مجالات تنمية المجتمع والقضاء على الجوع وتقديم سبل الرعاية الصحية وقال سفير مصر في مالي طارق عبد الحميد إن القاهرة لا تدخر جهدا في مساعدة الأشقاء الماليين وضف أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من أطور تعاون المستمرة بين البلدين وأعربت المؤسسة عن تقديرها لمبادرة الجانب المصري وأصلطت الضوء على أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها مصر يد العون للشعب المالي وأنها تتطلع لمزيد من الدعم المصري خاصة في ظل الظروف وتحديات رهنة وأكدت خصوصية العلاقة التي تجمع الدولتين الشقيقتين